ليه الأهلي كسب النهاردة يا شيمي؟ بمنتهى البساطة كولر في المباريات الكبيرة بيستحضر الروح مختلفة تماماً في مباراة بيرامدز خلينا تعالى أعرض لك على طول عشان نكسب خلينا نشوف تعالى نشوف تعالى نشوف إيه حصل النهاردة وارجع لك أقول لك بمنتهى البساطة هو عمل إيه؟ توقعناها بل المباراة وعمل يلا تعالى نروح تعالى تشوف لقطات دلوقتي هتشوف ربنا يوص رفيش لقطات يلا بص دي أنا جبتلك في الدياة 65 الأهلي قسم المباراة على جزئيات بمنتهى العظمة دي وقفة النادي الأهلي في الدياة 65 وقف كامل عيف في خط الدفاع الكريم خمسة من اللي راجع في الرايت؟ طاهر محمد طاهر نفس الدرس اللي ادى له ادى كولر في مباراة بيرامدز اللي خلصت 3-2 وخدعة الباك فايف برجع بلعب بالجناح الطالع نازل ده طول الوقت يطلع يعمل عملية الضغط يقفل أكرم باكرايت هات الفريم اللي بعد هتلاقي انه فيه حركية عمل يتحرك أكرم عمل رايح في اتجاه الكورة فالعيب خامس دايما تحت الكورة في اتجاه الكورة بيبقى عندي الجناح ينزل ليلعب كباك يلعب طاهر كباك أيمن زهير أيمن او يرجع حسين يلعب كزهير أيسر ويدخل إيه حقاية الله انسايد هنا طاهر بيرجع يلعب باكرايت ويدخل أكرم جوه عشان يعمل إيه عشان يقفل تماما أي انطلاقات لأي جناح أو أي لعيب طالع من النص عشان كان عيلة العين اختفت تماما ده رقم واحد خدعة الباك فايف اتنين ماشي ماشي بقى الفريمات اللي بعدين وتعالي أوريكو هي بتحصل في مباراة بيرام متز خمسة في الخط الخلف يعني هي مش أول مرة تحصل نهاردة كل المباراة الكبيرة لأهل عمل خدرة الباك فايف ويرت حد بيتعلم ما حدش عارف يقفلها على أهل يا أهل بيتلع عنده طاهر يلا اللي بعد اللي بعد نفس القص طهر محمد طهر والجناح الأيمام بتعنادي الأهل يطلع طهر يعمل عملية الضغط يرجع يدخل محمد هاني اللي كان بيلعب مكان أكرم يدخل إنسايد يرجع طهر بص طهر أخر العيب في السورة وفوق ده يرجع يقفل بقراء التاني تعد اللعيب اللي وقفين في النادي الأهل يقفين كام لعيب عشان هو أكتر لعيب عنده القدرة التكتيكية إنه طول الوقت يخلي فيه زيادة لعيب في خط الدفاع للنادي الأهل ماشي بقى قصة الباكف الضغط ما قدامه النادي الأهل من الضغط هو نموذج أسطوري أنا بضغط على العين من أي منطقة باخد الكور بضغط من فوق هاي لاين أول ربع ساعة بقى رعب رعب انفراضاته كور ضائعة في أول ربع ساعة وارجع هد الرتم شوية وأعمل عملية الضغط العكسي منين ماشي هاتلي بقى المطش العين على طول اللي بعده على طول أرجع عامل عملية الضغط منين يا كريم أرجع عاملها ميديان بلوك من العملية فوق ده ريت سنتر بشوية من ثلاثين الملعب وبتري برضو استرجع الكورة ليه؟ لأن عندي منظومة نقطة اللي كان بيتكلم فيها محمود قالك منظومة الأهل تكسب هي دايما منظومة الأهل تكسب منظومة كولر الدفاعية منظومة الضغط العكسي الممتازة لما الأهل بيلعب كومباكت وبيحتفظ بفرقته إنها بتلعب بوحدة واحدة بصها كريم هنا كمل بقى ماشي ماشي لفرين فرين بص هنا كريم الكورة دي لعيب على لعيب بص الراجل اللي في وسط الملعب الكورة حفين الكورة ما رحتش للعيب بتاع وسط الملعب لسه اللي وقف على الخط هو رايح بيجري عليه عشان يقفل ضغط عليه اتنين هنا عدى من واحد هيقابل في وش واحد تاني ماشي الفرين مات أسرع شوية هنا في النهاية دايماً الأهل بيعمل ضغط منه من عدالة ست بص هناك الأهل بيعمل ضغط منه يا كريم في الديئة خمسة وعشرين بيعمل ضغط منه مروان رجع الراجل أكرم رجع وراه يقفل مروان مروان قفل وراه يرجع عحمد نبيل كوكا فالمنظومة كلها بص هنا في التلت في أول تلت من الملعب كم لعيب 6 لعيبة من الأهل بص هناك ماشي الفرين ملي بعده عملية الضغط خمس لعيب كل لعيب الناس تركز كل لعيب مع الأهلي مع لعيب محتمل الكرة تروح له مراح تلوش مع لعيب محتمل إن الكرة تروح له عملية الضغط اللي الأهلي عملها النهاردة في كل مراحل اللقاء بص هنا في كل كرة أضغط الجنح ابر أضغط الجنعم انت بتقول يا كريمي مع عملوش غير فرصة شبه فرصة في الشوت الأول وشيبه فرصة في الشوت التاني. بص هنا. هل ده حصل بالصدفة؟ هل زي محمود كان بيقول. اصلا همه فريق وحش. فريق قليل. الاهلي اللي خلاهم فريق وحش. اللي كولر دخل بيه المباراة من مرحلة الجزء. بص الاهلي هنا كريم. اخر حاجة هقولها عشان خطر اطولت اقف ما في قصة الضغط. جدا. بص من اول لعيب وسامة ابو علي يا كريم فوق. اول ارجع ماليش فريم اللي قبله. فريم اللي قبله. بص من اول وسامة ابو علي لاخر بعيد في الملعب ياسر بروهيم. اه. اربعين متر. نموذج الكمباكتنس. نموذج الكمباكتنس. نموذج اللعبة الفريق اللي بيلعب كتلة واحدة. فاربعين متر. الاهلي عملوا نهار ده. سورة هيلة. سورة هيلة. عزمة جيميش.